مرحبا بكم طلبتنا الأعزاء طلبتنا مرحلة الثانية اليوم راح نكمل تكملة الكاربوهيدريت ميتابوليزم ناخذ اليوم الابنورماليتيز اف كاربوهيدريت ميتابوليزم واحد من الامبورتنت لكتشور الفيري امبورتنت لكتشور الحقيقة هي الابنورماليتيز اف كاربوهيدريت ميتابوليزم اللي هو very common disease مثل ما يمكن ما اعتقد عائلة عراقية ما بيها الديابيتس ميليتس اللي هو داء السكري اللي كلكم سامعين بي ما اعتقد يمكن عائلة عراقية تخلو من هذا المرض هذا المرض اللعين فخلنعرف انه شنو هو الديابيتس ميليتس شنو هو هذا المرض It is a clinical syndrome characterized by hyperglycemia اذا شنو هو hyperglycemia يعني شنو الhyperglycemia increase concentration of blood glucose level increase concentration of blood glucose level عكسها hyperglycemia الhyperglycemia هي decrease concentration of blood glucose level يعني نحن عدناك يسموه normal range of blood glucose level due to absolute or relative deficiency of insulin It has been defined by WHO according to WHO منظمة الصحة العالمية on the basis of laboratory finding حسب تحليل النتائج المختبرية عرفة الديابيتس شنو عشون عرفته حسب منظمة الصحة العالمية WHO حسب الابراتي رفايندينك It is fasting بلازمة فينس وغلوكوز طلاب جاي سمعون ايوه احسن فاستن بلازمة فينس وغلوكوز 126 ميليغرام بير دي سي ليتر يعني اذا واحد فاستن يجي صايم 10 ساعة 12 ساعة صايم يجي اسحب لدم اسحب لابل السامبول وشي يك لغوكوز لغوكوز او اكثر هذا نعتبر ديابتك يعني 126 ميليغرام بير دي سي ليتر او مور احنا نقيسه طريقتين اما بالميليغرام بير دي سي ليتر او بالميليمول اما بالميليغرام نقيس السكر او بالميليمول هو نفس الميليغرام نقسم على 18 يطلع بالميليمول بير ليتر او بالميليغرام بير دي سي ليتر بالميليغرام بير دي سي ليتر او بالميليمول بير ليتر نقسم احنا إذا مئة وستة وعشرين تقسيمة ثمانتعة عشر يطلع سبعة يعني بلازمة فاستينغ بلازمة فينس وغلوكوس سيفين مليمول بير ليتر أو وين هنديرت تونتي سيكس مليغرام بير دي سي ليتر أو مور يعني أكثر أو يساوي أكثر أو يساوي مئة وستة وعشرين مليغرام بير دي سي ليتر هذا باللسبة للفاستينغ يعني يجي صايم على ريقة شيكلة أو دا كونستريشن أوف تو هنديرت مليغرام بير دي سي ليتر مئتين مليغرام بير دي سي ليتر أو بالملي مولز قد يطلع إذا بالملي مول حتى نقول عليه ديابتك تقسم على ثمنتعش مئتين تقسيمة ثمنتعش من قوي بالرياضيات مئتين تقسيمة ثمنتعاش يطلع أهدعش واحد هدعش واحد ملي مول بير ليتر أو مور أط تو أور أفتر كاربوهيدريت ميلز يعني نطي كاربوهيدريت ميلز وورا ساعتين بعد ساعتين ملي كاربوهيدريت ميلز وور تو أور أفتر انزشن أوف اكوي فيلنت أوف سفنتي فايف غرام أوف غلوكوز مرات احنا يجي صايم المريض وندطي khemseh وسبعين غرام خمسة وسبعين غرام نوزله هذا يكو باودر غلوكوز باودر ييجي غلوكوز باودر هذا نوزله وندوبه إليه بالدستوروتر ونقله شوربة خمسة وسبعين مليゴ رامونقيس على بع الساعتين نقيس إلى بع الساعتين بعد ما يأخذ ال 75 غرام إذا يلقيناها ميتين ملي غرام أو أكثر هذا شنو معناها هذا المريض هاي باركلاسيميا معناها ديابتك عدة ديابت اسم الليتس يعني سكر يعني أطي 75 غرام يجعل لي الصبح صايم آخر لـ 75 غرام آخر لـ 75 غرام يجي طوز يجي طوز بصيدريات موجود يجي طحين بس هو قلوكوز انذوبه بـ 75 غرام نذوبه بـ 300 سيسي خزي يعني 75 غرام هو من هذا نوزل ونحله بـ 300 سيسي ووتر ماي مقطار وندل له شربه شربه بيساعة شربه خلنقول بـ 8 ونص الصبح شربه بـ 8 ونص أجيك إلى تعال بالـ 10 ونص أشيك لك السكر نسحب له بالـ 10 ونص تحليل إذا لقيت ورساعتين من معماخ كلوكوز باودر 75 غرام لقيته ميتياً أو أكثر يعني 11 ملي مول وـ 11.1 يعني 11.1 ملي مول بير ليتر أو ميتيين ملي جرام بير دي سي ليتر أو أكثر هذا معناه هذا المنزل عنده ديابتس يعني ديابتك بيشن تاب ديابتس ملي تص فإذن الفاصل 126 أو أكثر ملي جرام بير دي سي ليتر أو ورساعتين من الوجبة الغذائية ذا بها كاربو هيدريت مثل ما راتي تغدى غدى قوي ونقل له ورساعتين تشيك بعد الغد ساعتين بعد الغد أو تطي خمسة سبعين غرام ويقل له ورساعتين من خمسة سبعين غرام تشيك إذا لقيته ميتيين وأكثر هذا شنو معناها هذا ديابتك وذا لقيت الفاصل 126 ملي جرام بير دي سي ليتر أو أكثر هذا معناها هذا المريض هو ديابتس ملي تص إتز دفايد انتو تو تايب هو انقسمة إلى نوعين يسمونه برايمري وكو سكندري اكو برايمري وكو سكندري البرائيمري انقسمة إلى أولا تايب ون اكو يسمونه تايب ون هذا سابقا كانوا يسمونه انسولين ديابتس ملي تص قبل يسمونه داء السكر المعتمد على انسولين هذا تسمية قديمة اللغة هاي التسمية قبل كانوا يسموه انسولين ديابتس ملي تسمية يعني انسولين ديابتس ملي تايب ون هذا موس كمالي سين ان تلدرن أكثر شنشوفه بالأطفال زين this is term used to describe the condition in the patient for whom انسولين therapy is essential هنا هذا تايب ون هو علاجة فقط هو تطي لازم انسولين هذا يصير انسولين ماكو ماكو سكرتشن بالانسولين يصير ديسركشن للبيتاسيل والبيتاسيل ضل ما تفرز انسولين فش يصير عدهم يصير عدهم تايب ون يسمو تايب ون يعني انسولين ماكو ماكو انسولين وذا انسولين ماكو معناها شك واكشن للانسولين تعرفون انتن مش قد له وظائف الانسولين وهي لوغائف فهاي الوظائف كلها راح تتوقف فراح يجيك دعم المريض ش عده عده هايبر غلايسيمي هايبر غلايسيمي ليش لانه يبقى الكلوكوز كونستراشن هاي ان بلد لانه هو منو يدخل الانسولين من الاكسرا سيرول من البلد الانترا سيرول الانسولين قلنا مو افتر ميل قلنا دعم ان هو الانسولين انفرز افتر ميل هو ياخذ الكلوكوز اكو غلوكوز اكو انسولي رسابتر موجودة بال خصوصا بال اديبوستشو بالسكرتر مصر ياخذ شيسا وياخذ من البلد ويدخلها داخل الخلية اللي هي زيان وبالتالي الخلية راح تتغذى وبنفس الوقت الكلوكوز راح ينزل بلد الكلوكوز راح ينزل فهنا الانسولين ثرابي هذا المنيض احنا لازم نعانج نطي انسولين مو مثل التايب تو تايب تو نطيهم حب علاج حب دائما نطيهم حب حب هذا علاج اورال هايبوغليسيميك دراج هو دائما هو العلاج ما لتايب تو بينما تايب ون لا انسولين ثرابي هي اكتشو لأنهم تتغذى كيتو اسيدوس هذا تايب ون دائما سرعتهم يسمو كيتو اسيدوس بعدين راح نعرف شون كيتو اسيدوس احنا خذنا بالستاربيش تذكرون شون يعني كيتو اسيدوس الكلوكوز شو راح يتغذل الكلوكوز حتى حتى الخلية تتغذى على الكلوكوز تحتاج انسولين, انسولين ما راح يدخل بالخلية قلنا احنا المحاضرة السابقة للاسطالة ماكو فشكل جلوكوز يتكون ما راح يدخل للمصر ليش لانه يحتاج انسولين انسولين مصفر بينما يدخل وللابريم في لي. للرباسي يدخل ما يحتاج انسولين. بالنسبة للرباسي ما تحتاج انسولين. حتى يدخل للربيك بإلعابك بالنسبة للبلين الليل لوكوز دخولة للبلين ما يحتاج انسولين. بينما للمصول يحتاج لازم إلا انسولين يلا يدخل هنا انسولين ماكو يعني promotions عال لوقث عال بالردي. بس هو شنو والخلية نحن نقول جوعان الخلية تبقى زين ليش لانه يحتاج حتى تدخل الجلوكوز من البلد للخلية يحتاج يحتاج انسولين هنا انسولين ما اكون مريض عنده ما عدا انسولين البنكرياس ما انت ما يفرز انسولين فاش راح يصير مصدر الطاقة هنا الخلية للمصل هنا شراح يصير للفاتي راح يصير الفاتي اسد راح يصير هنا راح يتكسر الدهون كأنه مثل استارباشن ذات ذكروا الاستارباشن فيتكسر فيصير الفاتي اسد الفاتي اسد هنا يدخل قلنا يدخل فريلي ما يحتاج انسولين الفاتي اسد يدخل داخل خلي داخل مصد داخل داخل هارت مصد فضلت تغذى علي من على الفاتي اسد من تتغذى على الفاتي اسد والليفر يظل يطلع اسيتالكو ايو كيتون باديز فيصعد الكيتون هنا فلهذا يصير عندهم الطاقة دائما يجيك واحد من البرزنتيش المالته هو كيتو اسيدوزز كيتو اسيدوزز بينما تايب تو ما يصير بكيتو اسيدوز التايب ون هو هذي دائما الميز التايب ون عن تايب تو التايب ون هو الانسولين ثرابي اسسينشيال هنا لازم نطيع انسولين المريض بنفس الوقت الكيتو اسيدوزز يصير بالتايب ون خصوصا هم الأطفال خطيئة أكثر شي صروا أطفال طاقتا بودين زين بينما تايب تو أكثر شي صئر مور دان يعني المس كمال اللي هو مور ان فييج وورى عمر 12 أكثر شي صير تايب وذاك يحتاج هذهبو قليز إذاكت على لسمك درقة ما يحتاج おっательноهixes يعني أكثر شيحتاج لهذهبوا علاج لحالات نادرة يحتاج اخلى صورة ابنفس الوقت لنا هذه honorary nóiربي كيتو اسيدوزز بينما تايب وان يصير بكيتو أسدوسس. تزيو الجولي برزنت ديونك تشالدهود مالي ديونك تشالدهود. أو أدو أدولسنس مرات تصير بعض الأحيان في الأدولسنس المرات يصير تايب تو تايب وان بس يصير وراء عمر الأربعين مرات يصير قليل هاي نادراً. букط Lehr your边~! من هما الاندوكو سايد أنتجين دي ار ثري يسمونهم همكنين اليوكو سايد أنتجين دي آر ثيان ده آر ثري في ويعتهم اليعتهم يسمونه هلا أنتجين يسموه نهمل كسايد أنتجين التايب يلي عاتهم دي آر ثري ودي آر فور ذول الأليعتهم يعي اذا واحد نسوي لأنتجينك ونلقى عدة human leukocyte antigen DR3 DR4 دول يصيرون مورليابل دول نتوقع سرعتهم تايب 1 It has been suggested that many cases follow viral infection أكثر شيء صدير مثلا بالأطفال يصخل مثلا صعدة فدفلاونزة صعدة فدفلاونزة قوية ولهناك صار عدة سكر وزدسروي the beta cell or pancreatic eyeless cell يعني مو أي واحد يصير عدة فايرل انفكشن يعني هستأي طفل يصير عدة أطفال يصير عدة فلاونزة سرعتهم مثلا يصخين لأي سبب كان يصير عدة سترس يخاف مثلا من الموقف واضح فذول ايش يصير هو موس كمال يصير افتر فايرل انفكشن دول اللي عدتهم DR3 DR4 هم ذول اذا صارتهم فايرل انفكشن معرضين انه يصيرون دستركشن للبيتا سيل أو بنكرياس اللي آيلة سيل فنتوقع انه سرعتهم تايب 1 تايب 1 اللي هو يسمونها غلوتاميك أسد دي كاربوكسيليز غلوتاميك أسد دي كاربوكسيليز مصطلح اسمه قاد هذا قاد يسمعون بنائم هذا دائما يجزونكم أرضي يجزون بتحليل يسمونها قاد هذا حتى يميز لي دائما نحن التايب 1 التايب 1 مور دان ناينتي بيرسنت أكثر من تسعين بالمئن من التايب 1 نلقعتهم قاد بوزيتف هذا قاد يسمونها غلوتاميك أسد دي كاربوكسيليز غلوتاميك أسد دي كاربوكسيليز مرات احنا نشك مثلا مريض يجيك عمره مثلا 25 سنة وشوف هن هو هذا تايب 1 تايب 2 دوخ بي مثلا لين اكتر على سكر تحليل سكر لقيتها 350 مثلا 300 يعني اكتر من ميتين فرميز أمرات هذا يدخذ بي مثلا تشوف هن هو تايب 1 تايب 2 فداما نزو تحليل قاد يقوله تامك أسد دي كاربوكسيليز وياي طلاب اسمعون نعم دكتور وياك فأجزة قلو تامك أسد دي كاربوكسيليز نسمي قاد هذا القاد هو مور دان ناينتي بيرسنت أو أو كيسيز أو تايب 1 نلقعتهم ذولة بوزيتف يعني يميز لهذا أكتر شيخنا دائما ننجزة عن الميز تايب 1 لو تايب 2 فأجزة تحليل قاد قاد اللي هو قلو تامك أسد دي كاربوكسيليز أشوفه يطلع عالي عدهم دولة أكتر من تسعين بالمئة من التايب 1 فهذا نعمني يعني أكتر شيخنا للمرات يريد الميز تايب 1 عن تايب 2 وندز هذا التحليل يسمون الانيها أوتو أنتبوديز أوتو أنتبوديز أو أي لسل نسميها قلو تامك أسد دي كاربوكسيليز أي هاي نقاها للتايب 1 نلقاها هاي عدهم دول عدهم نلقا عالي هاي الأنتبودي there is form of type 1 diabetes called idiopathic diabetes that is not أوتو أميون ميديت الباسترون قلو كامل بلاك أنت أسين أكو يسمونه idiopathic يسمونك تايب 1 كل هذا الهم يعني مع غير وأكو مصطرح يسمو لعدة لعدة there is also لعدة يسمونه لاتنت أوتو أميون ديابيتس of adult latent أوتو أميون ديابيتس of adult some call some time called slow onset type 1 diabetes هذا شنو اللادة هذا يصير تايب 1 تايب 1 بس بالكبار فيجو حفظة يعني بالكبار دولة بالكبار يصعتهم تايب 1 يحتاج انسولين يسمونه لاتنت أوتو أميون ديابيتس of adult واضح يعني يصير كأنه تايب 1 بس بالأدلت يعني بالكبار هذا قبل تطي انسولين يسمونه لعدة لاتنت أوتو أميون ديابيتس of adult هم موجود قليل هذا بس قليل مو مثل التايب 2 زين فاحنا عدنا تايب 1 تايب 1 اللي هو يصير هذا يصير بالأكثر شيء مول كامل بالتلدرين اللي عدتهم DR3 و DR4 ويتعرضون أكثر شيء لفيرال انفكشن لصرعتهم ديستركشن للبيتاسل أوبنكرياس للإيلة سيل وبعدين صرعتهم انسولين ديفيشنسي في صرعتهم تايب 1 ذول أكثر شيء تسعين بالمئة لقعتهم قاد بوزيتف كل أوتو أنتو بادي للإيلة سيل يسمونه غلوتاني أسيد Dicarboxylase نقول أربعين زين أربعين خمسة واربعين ثلاثين زين ويأتيك رأسا weight loss يعني يأتيك ضعيف كل شو السكر مالت أربعمية خمسمية فهذا يسمو العادة autoimmune diabetes of adult sometimes called يسمونا slow onset type 1 شوف slow onset type 1 هذا يطلع type 1 بس عمر متأخر التايب تو التايب تو التايب تو التايب called يسمونا قبل كانوا يسمونا insulin dependent قبل يسمونا insulin dependent diabetes ملتوس قبل يسمونا insulin هذا التسمية السابقة هذا يسمو type 2 type 2 type 2 this is most common variety worldwide about 90% of all diabetes ملتوس إذن هو المost common type of diabetes most common variety worldwide وهذه إذن هو من المost common هو type 2 أكيد أنتم شايفين هسا من المost type 2 أكثر شيء نتشوف هسا يمكن ما كو عائل ما بيئة type 2 type 2 هو المost common 90% 90% من حالات السكر هي type 2 يصير بعد عمر 40 وذول يحتاجون oral hypoglycemic drug اللي هو يحتاج الحب يعالج بالحب هذا حمال السكري مثل ما تعرفون يصير دائما بالكبار هذا الـ type 2. مو مثل شايفين انتم الاطفال دائما اكتر شي صرف عدهم ذول السكر النوع الاول ويلي يحتاج انسالين. الـ type 2 اكثر شي صير دائما بالكبار هذا الـ type 2. أكثر شي. بعد الـ age of 40 years. وذولة شي صارتهم there is familial tendency and association with obesity اكثر شي صارتهم ذولة يسمونه multifactorial type 2 يسمونه multifactorial there is familial tendency يعني اكثر من عامل يتجمع يسبب من type 2 مو عامل واحد يعني اكثر من عامل يتجمعن يسوون type 2 جاي يسمعون نعم دكتور نسمع type 2 يصير اكثر من عامل مسبب واحد من عامل فاميلي هستري تلقى مثلا والدة والد اخو الكبير تلقى عدة شنو تلقى عدة سكر نوع الثاني ففاميلي هستري مثلا عم خالة تلقى بالعائلة عدتهم فاميلي هستري يسمونه يعني بالعائلة كلهم العائلة سكر مثلا والدة او عم او خالة واضح تلقى يسمونها فاميلي هستري هذا واحد من العوامل او بيزيتي وسمين دائما خاصة يسمونها سنترال اديبوزيتي سنترال اديبوزيتي يعني خاصة سمنة البطن هاي اكثر شي هي السوين type 2 اكثر سمنة هي سمنة الابيزيتي يعني سنترال اديبوزيتي يسمونها سمنة البطن الكرش احنا نسميها بالعامل الكرش هاي يصير شنو هاي هي سبب لي واحدة من اسباب التايب تو يعني عده فاميلي هستري وسيمين وسدنترال ايف حياة رغيدة ياك اكله وميز ومكتب وقاعده ونوم ما يتحرك ماكو رياضة سمونها سدنترال ايف حياة رغيدة قاعد عده فاميلي هستري ووبيز وهاي كلا رجاية ياكل هاي كلا رجاية كله ياكل حلويات وتمن وخبز واضح وسدنترال ايف ما يتحرك ميز ومكتب وسيارة وماكو رياضة ماكو حركة ماكو ماشي ماكو اكثر سايز فهاي يسموها ملتي فاكتوري اللي عندني العامل يتجمعها يسولي زيان يسولي التايب تو فاميلي هستري زيان سنترال اديبوزيتي يعني عده فاميلي هستري بالعائلة وهو سمين سدنتري لايف حياة رغيدة زيان برايتي of inherited disorder remain responsible for the syndrome either by reducing secretion of insulin either by reducing insulin secretion or by causative يعني يصير بعض الاحيان مرات يصير ضعف يضل بالsecretion من الانسولين or by causing relative insulin relative insulin deficiency despite high plasma level يعني تلقى الانسولين عالي تلقى الانسولين عالي تلقى الانسولين عالي تلقى الانسولين عالي وبنفس الوقت شنو نقل نصيلى resistance بالرسبتر مالته reducing insulin secretion or by causing relative insulin deficiency despite despite high plasma level of the hormone either by اذا شنو عالي اما اما انسولين يصير قليل يبدي ضعف الانسولين او او relative insulin deficiency , despite high plasma level of the hormone because the resistance to it is action or because of both receptor defect both receptor defect زين يعني ينلقى الانسولين هنا عالي بس اكو الصيلة resistance بالرسبتر ذا تذكرون تذكرون المخطط بالفيديو مخطط الفيديو مال مال انسولين ما لتشون يقل عن الرسبتر واكو بوس رسبتر هنا يصير الخلل هنا سرعتهم اما يصير resistance بالرسبتر او بوس رسبتر هو هذا يصير النار خلل هنا يصير واضح يعني نلقى انسولين despite high plasma level بالرغم من الانسولين عالي هنا ولكن ما يشتغل فذول يسموهم تايب تو سرعتهم انسولين عالي بس يصير الريزستنس بالرسبتر مال ته بالأدي بوس تشو بالمصل فيضل ما يشتغل يقل عن الرسبتر وما كو رسبتر او بوس رسبتر يعني فدس بايت high plasma level of hormone فاذول اكتر شو نطيهم يسمونه متفورمين اللي هو منظم منظم مع السكر اذا سامعين بي هذا المنظم مع السكر يطونه متفورمين خاصة لذا أوبيس شي سوي هذا يزيد السنسيتيفتي بالرسبتر للانسولين يزيد الانسولين الريسبتر سنسيتيفتي تو انسولين اكشن المتفورمين يعني من اهم الاخشن مالته هو يزيد الرسبونس مع الريسبتر مع الانسولين للانسولين يسمونه maturity onset diabetes of adult يسمونه مودي مودي دكتور maturity onset diabetes of adult of young مودي مودي of young of young مو adult maturity onset diabetes of young دكتور وليس احنا بالسؤال عنه على الثاني ها عيني بالسؤال على الثابة تبيش بيه تبيش سؤال ليش ما يصن هناكي تواصيدوس موهم الانسولين ما يشتفون هاي بعدين راح حطيكم ياه لأنه اكو انسولين هنا يصر عتو انسولين انسولين موجود الانسولين هنا يمنع عن اللايبوليس مو مثل مو مثل ما اكو انسولين ابد فهنا موجود بيه farmer انسولين كان انسولين هاي لوفو اكثر new هاي لوفو انسولين الانسولين هنا راح يمنع على اللايبوليس بالتايب تو يمنع اللايبوليس احنا منين يصير كتو صح لو لا? صح. فهنا يمنع اللايبوليس بس ما يسيطر على هو هنا الفرق. بس لايبوليس ما يصير بالتايب تو فليهذا ما راح يصير كيتو أسدوازيس. اكو يسموه ماتوريتي اونسا ديابيتس اوف ادلت اوف ينج اوف ينج مو ادلت اوف ينج ماتوريتي اونسا يسمونا مودي مودي. ماتوريتي اونسا ديابيتس اوف يانج. هذا شي يصير هذا يصير يسمونه تايب تو بس بليون في الصغار. يعني يصير بالصغر بعمره عشرينيات خock و العمره عشرين سنةٌ خمس وعشرين سنة ويصير تايب تو احنا قلنا احنا قلنا اقثلتو اكثر شي ليما يصير افتر ذا ايج اوفوورتي مو تعيب تو بل اكثر شي يصير بعد عمره الاربعين سنة. هكو يسمو ما هدلت. هذا اصير تايب تو بس بالجن. بالادرة باليانج. يصير تايب تو فهذا تقين عمره خمسة وعشرين سنة مثل ثلاثين سنة خمسة وعشرين ستة وعشرين وتلقى عده شنو يسمونه يعني مثل تايب تو يظل ياخذ حب هذا على الحب يعني تعالجه بالأورال هايبوكليش مكترق مو إنسولين هذا ديوتو سينجل جين دفكت مرات يصير يسمونه إحنا تايب تو شقلنا قلنا ملتي فاكتوريال أكثر من عامل يعني ما عدنا سبب واحد يسوي تايب تو ماكوا واحد يعني مو فاميلي هستري ببحدة سوي يعني واحد عده فاميلي هستري بس يحافظ على نفسه وزنه ما يزيد ما يأكل كاربوهيدرات ميل مثلا يمواضب على الرياضة واضح ملتزم بالحمية الغذائية فما يصير بيسكر زين فهذا يسموه يعني ملتي فاكتوريال أكثر من عامل الجمعه نسبب من التايب تو قلنا فاميلي هستري لازم عده بالعائلة ورافق ولازم يأكل كله أكل كاربوهيدر ويجريت هو ويجريت فاكتوريال أكثر من عامل الجمع مسبب سواري تايب تو بينما المودي المودي هو نفس التايب تو بس هو عده شي يصير سينجل جين دفكت يصير باليانج 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 وسينجل جين دفكت اكو خلل بجين واحد سواري سكر اكو يسمونه مودي وين مودي تو مودي ثري مودي فور مودي فايف هنا مثلا المودي وين يصير ميوتاشن بالهبات كنيوكلي الفاكتور الفاوون جين مودي تو مودي بيقليه مودي ثري ميوتاشن بالهبات كنيوكلي الفاكتور الفاون يكون الفا فور واضح فهذا يسموه مودي هو سينجل جين ديفكت يصير كأنه تايب تو بس باليانج باليانج بالصغار اللادة جقلنا اللادة شينو اللادة عكس اللادة اللادة جقلنا مساعدة لاتنت اوتو اميون لادة مساعدة لادة لادة شينو هذا تايب وين بالأدلت تايب وين أدلت المودي تايب تو باليونج بالصغار بالمقلوب وضحات نعم دكتور واقو يسمون النوع الرابع يسمونه جستاشنال ديابيز إذن كنه نسميهن برايمري احنا برايمري نحن جاء نحكي على برايمري احنا اقو برايمري قلنا واقو سكندري اللي برايمري هو اربع عنوار اللي هو تايب وين تايب تو مودي وجستاشنال جستاشنال من نسمه هذا يصير سكر بالحميل هواي نساء يصيرنا بالحميل يصير سكر ومرات يستمر واقبين يروح وراء الحمل فيسمونه جستيشنال ديابيتس في الولايات الكندوم أباو 4-5% of pregnancies are complicated by gestational ديابيتس هذا ذا صارعتهن هذا associated with the increase fetal abnormalities يسوى abnormalities بالفيتس for example هاي بيرثويت دعم يجيك الطفل بعد ولاد تشوفه حجم كبير سمين هايكو بهنه كيفن المسوان يقول جعبت طفل طلع وزنة كل الشبير حلو طلع شبير خبل وزنة 5 كيلوات وهي تقل أم ديابتك وهذا واحد من الابنور مارتيس فيتر ابنور مارتيس انه هاي بيرثويت ممكن يسوى كارديق الريس ممكن يسوى بولي هايدرامناص هذا بولي هايدرامناص لأنه هو بالبريغنس داخل يترسل كسمونه أمنيوتيكفلويت سامعين بي فيتصداما من وين يصبح داخل أمنيوتيكفلويت مرات يزداد هذا الأمنيوتيكفلويت يسمونه بولي هايدرامناص عكس هيسمونه أوليغو هايدرامناص يقل الأمنيوتيكفلويت بالبريغنسي هذا الانتين هن يعتبر يعني رسك فاكتر سواء بولي فالداويت واحد من الكوز بولي هايدرامناص اللي يصير بالحمل يعني زيادة بالأمنيوتيكفلويت هذا ممكن معرض لعربشر في أي لحظة خاصة يسوى يعني بي رسك هاي رسك تاخدوا إن شاء الله بال غينيكولوجي ممكن يسوى ضغوط وتحتاج يحتاج أن أكثر سيزيريان سكشن يعني عملية قصرية ما يؤكر اي فهذا يسمون جستيشن الديابيتس اللي هو يصير بالبريغنانسي وعدنا سكيندري هسا خلصنا البرائميري هسا ناخذ السكيندري سكيندري يعني هناك الكرياس ما بي شي بس هنا سكيندري ديابيتس اسوشيئد وذذ أذر كونديشن انكلوت ابسليوت انسولين ديفيشنسي ابسليوت مرات شي صير مرات يصير مثلا خنقول الكرونيك بنكريتايتس التهاب البنكرياس المزمن وينتهي البنكرياس ما يفرس انسولين التهاب مزمن البنكرياس او بنكرياتيك انجيري مثلا واحد يتعرض لاخنقول بولت انجيري ستابون طلق ناري مثلا وضرب البنكرياس وفلشه فلش بنكرياس مثلا دمه زين او عدة كرونيك بنكرياتيس التهاب البنكرياس المزمن واحد التهاب البنكرياس ما لتو تحول لها كرونيك ايضا شي سوى هذي تعرف انت البنكرياس هو 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 اللي يفرس الانسولين فهنا اذا كرونيك بنكرياتيس هذا يأثر على الفنكشن ما البنكرياس فهنا ممكن يصير انه ابسوليوت انسولين ديفشنسي فراح يأثر لي ممكن على السكريشن ما الانسولين فهنا الخلل صار نتيجة مو المريض عدة ديابتك مثلا تايب وان او تايب لا هنا صار سكندري تو كرونيك بنكرياتيس واحد عدل التهاب بنكرياس مزمن وظل الانسولين ظل بنكرياس ما يفرس انسولين فصار يسمون سكندري تو كرونيك بنكرياتيس يعني هنا سبب مو ديابتك لا صار كرونيك بنكرياس مو تايب وان دي آر ثري و دي آر فور مثلا او تايب تو لا هنا صار التهاب بنكرياس وصار سكر فهنا هنا الديابتس هو سكندري تو كرونيك بنكرياتيس او يسمو هيمو كروماتوس يسمو هيمو كروماتوس اللي هو اتس دزوردر ان وتش ايرون بلت اوب ان ذا بدي هار من فال يوصل يعني يصير يعني سيفير يعني اوبرلو يسمون ايرون اوبرلو يسمون ايرون اوبرلو فهذا يصير ابنورمال ابنورمال اي بوزشن او ايرون ابزوربشن او ايرون راح يزداد الامتصاص مع ايرون راح يصير بي زين يسمو يسمون ايرون اوبرلو يزداد كمية الحديد زين فيسوي دمج من يزداد هذا الحديد راح يبري سبتات مني أورغان فيسوي دمج الامني أورغان خاصة الليبر البنك رياس الهار اندو كرين جلان الجوين يأثر على الجوين هذا الحديد يظل يزداد الامتصاص مع الحديد هذا هو جنج دمج جنج دمج يصير عتم دول المرضى يصير زياد بامتصاص الحديد ايرون يصير ايرون اوبرلو بالتالي هذا يسوي ايرون يظل برسبتات مني الارغان ويسوي الدمج يسوي دمج للارغان هذا الحديد يظل يتجمع ويتكدس بالباقي الارغان خصوصا البنك رياس الليبر واضح الجوين اكو اندو كرين جلان فيسوي انه واحد من عتنا هو ممكن يسوي ايرون اوبرلو بالبنك رياس وبالتالي يتلف البنك رياس ويسوي لي شنو ديابة زيادة الحديد ممكن يتحرضون الى انه يصير عندهم ديابة ملتوس اكو يسمو سيستيك فاي بروس هذا مرض العلاقة بالجينات هذا يؤثر لعليهم زين هم نفس الشي يسوي لهذا و اكو فيسوي لذن ابصليوت يعني نهاية نسوي الماق يتفلل بين كرياس وبين كرياس يظل ما يفرز انسولين و يسموه relative relative انسولين deficiencies يعني هنا اكو انسولين بس اكو شي اقوى من عنده الى ذكر due to excessive growth hormone الأكرومي قالي دول الانسال العملاق أكرومي قالي أكرومي قالي سولفتكم ذاك وشي الأكرومي قالي أنه عملاق هرمون حافية العملاء ذول يصرعتهم صرعتهم زيادة بالقروض هرمون فذول قلت لكم دائما الأكرومي قالي دول العمالقة شي صرعتهم يصرعتهم هايبر غلاسين لأنه يشتغل عكس الانسولين أو زيادة بالكورتزول مثل كوشنك سندرم كوشنك الكوشنك الكوشنك هو هذا ديزيز كوشنك ديزيز أو سندرم كوشنك سندرم هو زيادة بالكورتزول لفل يعني الأدران الغلاند ظل تفرز هنا صير أبنورمال ظل تفرز يعني زيادة بالكورتزول لفل الكورتزول قلنا شنو هو يشتغل عكس الإنسولين فيش يسوي دائماً هايبرغلايسيميا كوشنج يعني كوشنج شنوه زيادة بالكورتزول زيادة 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 وإذا زاد الكورتزول راح يقلل الملكشن مع الإنسولين فيسوعدهم دائماً سوعدهم هايبرغلايسيميا عكس الكوشنج شنوه من يتذكر الكوشنج Addison disease Addison عفية Very good Addison disease Addison هو Decrease كورتزول دولة صرعتهم نقص بالكورتزول دولة شي يجوك دائماً شي يجوك هايبغلايسيميا عفية هايبغلايسيميا ويجون هايبوتنشن دائماً البرزنتيش معياتهم خاصةً لأن الفيميل يأخذن دكسون دكسون دون لأن يكون الفيميل دائماً يأخذن دكسون يأخذن حب دكسون لهناك ورى فترة شي يسوي هذا الدكسون هذا يتلف لي الأدرناليقلاند فيسوي feedback inhibition عليها يضلب بعد ما تفص كورتزول ورى فترة تجيك دائماً نوزيا شوفها دائماً يجنك دائماً يجلت عندي لعبان نفس وجاي أدوخ وأوقع شيء ضغطها تلقى مثلاً تسعين على أربعين ضغط كل شيء هايبوتنشن هايبوتنشن فهذا يسمون ستيرويد إنيوز اديسون ستيرويد إنيوز يعني ياخذون خاصة نحن نخاف ليش نخاف من الدكسون الكورتزول نخاف لازم من نطي نطي خاصة هاي دوز لازم نطي بحذر ونسوي لتابرنق للدوز نخففها شوية شوية ما نقطع رأساً لأنذا أطياد دوز عالية ووقفت رأساً ممكن يصير أديسون فمننطي ستيرويد لازم نخفف نبدأ شوية شوية نخفف بالدوز تابرنق يسمون نخفف حتى ما يصير أديسون لأصار أديسون كل شبهه هواي مشاكل أديسون هو يظل هذا بعد طول عمر لازم تطي ستيرويد تطي بردنزولون لأنه دائما يظل يصير فيدباك للأدرنال للأدرنال لذا لم تفرز كورتزول فيجوق دائما هايبوغلاسيم وهايبو تنشون فتيق دائما فتيق عندهم يصير لأنه هايبو تنشون دائما ضغطة هابط خاصة أن الفيميل يستخدم أديسون أو خطية مثلا برات أكل ناس عندهم مثلا برونكيل أزمة عنده ربو ودائما يأخذ استيرويد دائما يأخذ استيرويد فهذا ممكن يصير أديسون فإذا زيادة بالكورتزول هنا بالكوشنج دول يجونك دائما زيادة بالكورتزول فممكن الكوشنج دائما يصير عندهم الرات يستخدموا بالضغط هم يسوي برقلايسيم فايزايد فلازم نطيب حذر خاصة لمرض السكري إذا مريض عنده دائبتك فايزايد شوي نطيب حذر لازم على مجمو ما يصعد لأن يسوي هابر غلايسيم أكو مصطلح يسمو امبيرد قلوكو ستولانستيست امبيرد قلوكو ستولانستيست امبيرد إحنا عدنا كتحليلي يسمو قلوكو ستولانستيست قلوكو ستولانستيست هذا نقل لي يجي فاستنك المريض نقل لي يجي فاستنك أتشا يكل الفاستنك أسحب لأول شي فاستنك نقل تعال يا بص بعض ذريك اقنا على الساعة صايم أسحب لفاستنك وسجل القراج قد طلعت وطي قلوكو باودر بعد غلوكو باودر المفروض يطلع نورمالي يعني فهذا ساعته المفروض يطلع أقل من 140 بالنسبة للنورمال ورا ساعته المفروض بعد الساعته المفروض يطلع أقل من 140 شنو مصطلح بيرد غلوكو ستورانستيست يعني أقل من 126 إحنا قلنا إذا أكثر أو يساوي 126 إذا واحد فاستنك ولقينا 126 أو أكثر شنو معناها هذا إذا لقينا أقل من 126 يعني هاي لا دائما هذا يسمون إمبيرد إذا إمبيرد مو نورمال إحنا عدنا كثل هذا يسمون نورمال إنسان نورمال واحد إمبيرد يعني شنو هذا يعني هذا عند خلل خطر خطر يعني بالمستقبل هذا يتحول لها سكر يتحول لها ديابتك يسمون إمبيرد يعني هذا مهدد يقول أنت مهدد بالسكر تدير بالك وبالإمبيرد أكو واحد عدي نورمال يقول أنت نورمال كيش ما بيك وأكو واحد يمبيرد يقول يابا أنت تدير بالك أنت مهدد وأكو واحد ديابتك يقول أنت عندك سكر يريد لك علاج لإمبيرد لأن أنت مثلا لازم لذلك إمبيرد أنت مهدد بالسكر أول يراد تسو حمين لازم تلعب رياضة تخفف فزنك لازم يسمون لازم تغير لازم تغير تلعب رياضة يومين نص ساعة ركب ثمانين تخفف من الكاربو هيدر دايت تلعب رياضة مثلا زين تسو حمية واضح فهي يسمون أمبيرد الأمبيرد هو أجي أشيك نفاصل أقل من 126 لأن قلنا ذلك 106 وعشرين وفوق هذا سكر نقل سكر مو أمبيرد هذا مو ورساعتين من الكلوكوز باودر طيت الكلوكوز باودر طيت الكلوكوز باودر ورساعتين من الكلوكوز باودر ألقاه هنا شنو أقل من 140 بين 140 للميتين نحن قلنا ذلك ينا أكثر من 200 شنو هذا ور الكلوكوز باودر طيت 75 غرام ورساعتين لقيت 100 وفوق شنو معناها ديابتك ديابتك زيان إذا لقيت ورساعتين أقل من 140 شنو هذا أقل من 140 نقل نورمال نورمال عفية هس أنت أي واحد نعرض خريج الصباح مثلا الطي لكوز باودر أقل هذا لكوز باودر 75 غرام وزنا بالميزان وذوب بالماء وقل شرب وتعال ورساعتين أشيك لك ورساعتين المفروض من أشيك لقاء أي واحد نورمال لازم لقاء أقل من 140 ملي جرام يعني أقل من 7 و7 أقل من 140 أقل من 140 زيان إذا أقل 140 هذا نورمال زيان إذا لقيت ورساعتين أكثر من 200 هذا شنو ديابتك ديابتك زيان إذا لقيت بين 140 والمئة ين أمبرت لقيت 160 150 شنو هذا أمبرت هذا أمبرت عافية أمبرت هو هذا تعريف الأمبرت الأمبرت هو ما واصل مرحلة السكري ما واصل مرحلة ديابتك يعني أقل من 126 يعني 7 ملي مول أو لس سبعة يعني سبعة يعني 125 يعني 125 وأقل أنت تحفظ هذا من ملي غرام وخصم على 18 تجيك ترى هاي كلها بالمسي وتيجيك أجيب ها لك ممكن بالملي مول أو بالملي غرام أجيب لك مثلا المنظم من مثلا فاستين هل قد وهذا هاي شو أطيك خيارات زيان أو أطيك كيس وقل لك مثلا مريض شيك نا وقسنا لقين الفاستين هل هل قد والرندو لقين هل قد وراء ساعتين شنو هاي الحالة مثلا هذا خيارات هذا ديابيتس هذا هذا تختار أنت يعني كيس وتحل أنت واضح فعدنا نحن سهل إحنا عدنا نحفظ ذني عدك أكو فاستين وأكو بوستو يعني أكو وراء وراء الـ 75 غرام وراء ساعتين من 75 غرام عدك أكو فاستين واخو بعد ساعتين من 75 غرام الفاستين لقيته 126 وفوق بس شوف 126 وفوق ولهذا شنو ديابتك وراء ساعتين من اللوكوز باودر ديابتك حتى لو الفاصل نورمال حتى لو الفاصل طلع مت حتى لو الفاصل فقد طلع 90 وراء ساعتين لقيته 230 مثلا 230 هذا شنو معناها ديابتك ديابتك حتى لو الفاصل نورمال زيان النورمال نورمال الفاصل أقل من 110 وستزيد حتى أقل من 100 أقل من 110 ورساعتين من لكوز باودر أقل من 140 أقل من 140 أقل من 7 أقل من 7 يعني 140 أقل من 140 إذن لإمبارة إنجلوكوز السيئة إقلالة 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 لكوز إقلالة إقلالة بنسبل مقلالة أقل من 126 ومقلالة المقلالة سبعة واثمانية يعني 141 إلى 200 أقل من 100 يعني بين 140 و الميت 27 سبعة وثمانية واربعين هاي والمئتين هي أحد عشر واحد أفتر تو أور أو غلوكوسترن ستيس ورساعتين. صم بيشن وذن بيرد غلوكوسترن ستيس لفيلو بديابيتس. يتحولون ذو للا سكر ليترون أن ميرك وايرد أن أني والغلوكوسترن ستو منتر فور ديس فذول يتحولون قل أن تعدك خطر ترح تتحول لا سكر دعمات إذا ما تحتمي إذا ما تقلل وزنك إذا ما تقلل من من التاربو هيدريت ميال واضح. أكو يسموه امبيرت فاستنك هذا من نسمة امبيرت فاستنك هنا بس الفاسنك طلعت بخربط. من نسمة هذا وراء ساعتين من يمكن للقاق من 140. الامبيرت فاستنك هنا بعد ساعتين من يلخوز باودا القانون ملغة 140 بس الفاسنك زيطلع عدي بين المئة وعشر والمئة وخمسة وعشرين. فهذا سمي امبيرت فاستنك. وضح هات. the definition fasting venous blast from 61 61. أور مور بطلز نان سسم ستة واحدiger Cotton 100. إلى أن المئة وعشرة فوق. يعني مئة وعشرة فوق بس أقل من مئة وخمسة وعشرين يا entre اقل مئة وستة وعشرين. لأنه اصار مية وستة وعشرين فوق فاستينك هذا سبتر. ديابتك. دائماس مية وستة وعشرين فاصلين وفوق. هذا سبتر. النورما لازم جو مية وعشرة. هسه بتجريك حتى قل من مية واضح. فبين المية وعشرة للمية وخمسة وعشرين. بين المية وعشرين من المية وخمسة وعشرين الذي هدا يطلع عده دولة tellement بركة , يأكل واحد دليل شا실�ال الفاستينك شيكة للفاصل لقيته 115 لقيته 120 هدا شotenه هذا معناها شايل كتلة فاصل لقيته 120 شنه معناها انبيرد امبرد زين �odka glukos powder 댓بي هدا قتخاف سكر �塔 ce glukos powder 75 غرام شربت هي وره ساعتين شايكتغل لقيته 135 gl شنه معناه هذا نوم شايكلة الفاستنك شايكلة الفاستنك quiénتية مية وخمسة عشر لقيتهم مية وعشرين ماjen هذا معناها شايكلة الفاستنقية مية وعشونين ماه damit Embed بيت جايكلوكوز باودر مجد 1.2 سكر 75 غرام شربت هي وراي ساعتي شايكته لقيتهم مية وخمسة وثلاثين ماهذا Eduardo in normal ماهي نقول هنا نعم سيبيriend Fa alden بيت النورمال إذا ألقى مثلا الفاصلين خنقول تسعين الفاصلين تسعين أقل من مئة وعشرة تسعين أو مئة الطائتة غلوكوز باودر وراء ساعتين من الغلوكوز باودر لقيته مئة وعشرين هذا نسميه نورمال يعني بالحالتين هو نورمال فاصلين نورمال والأفتر أفتر غلوكوز باودر نورمال الامبيرت غلوكوز يطلع الفاصلين أقل من مئة وخمسة وعشرين يعني ما واصل مرحلة السكر ديابتك ومناطي غلوكوز باودر يطلع بين المئة واربعين والميتين هذي يسمونه امبيرت غلوكوز ترانستيس امبيرت فاصلين يطلع ده بس الفاصلين يتخربط وراء ساعتين يطلع نورمال وضحان لو ما وضحت وضحت لو ما وضحت 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 دكتور يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل محاضرة جاية ان شاء الله تكونوا استفادية من المحاضرة ان شاء الله نكمل محاضرة القادمة ان شاء الله وعش الله راح تنطيكم دكتور الاميس ان شاء الله الصبر يلا شكرا جزيلا لكم على حسن الرزقاء هذا هو跟我 و стал比مي punished نحن رزقا لكم على حسن الرزق